هاخد حضرتك على ذكر الموسيقى وفكرة النخبة اللي هي موجودة في السلطة. يعني حضرتك توقفت شوية عند نموذج الدكتور سروة عوكاشة. وانه احنا بنتكلم فينا عن زابط. كان من الزباط الاحرار. لكن عمل طفرة. طبعا. تفسير حضرتك لده ايه? هقول لحضرتك. اولا سروة عوكاشة ده حالة عبقرية فازة. يعني لا مسيلة لهم. انا لما بتجول في اكاديميتي في المجلسة مبارح. اعتدف على اللوحات الرخامية اللي موجودة على كل المعهد. في الاكاديمية. اه في الاكاديمية. تلاقي حضرتك كلها. في عهد الرئيس جمال عبدالناصر. كلف الرئيس جمال عبدالناصر. سروة عوكاشة بيبضع حجر الاساس لهذا المبنى. ثم هذا المبنى. فده وضع اساس صارح كبير جدا ومتين جدا في عصره. وكان يضم كبار الاساتيزة. يعني انا عصرت بعضهم. لاني كنت بدارس سنة ستة وتسعين. كان فيه ساعد اردش. اه طبعا. طبعا. الناس دي. الجيل ده. الجيل ده يعني اه. فكان لا يعني. وبعدين انا اعرف عنه الكتير من خلال اخوه. اه دكتور رحمد عوكاشة. اه لاني اه. اه. وحكالي كتير عنه. ازاي. هو في مذكراته حتى اللي هي الدكتور رحمد عوكاشة. اه. اه. بتكلم على فكرة اهتمامه تمان بالموسيقى وبالفان التشكيلي. لا ده. وهو ليه ابداعاته. ابداعاته. مم. لا. وكان يأخذ احمد عوكاشة. يأخشه. يأخذه بالشدة. اسمع ده. مم. وهديك مثلا عن مبلغ كازا. اه. 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 ده يعني جول كان بريج. اه. هو اللي كان بيواجه الدكتور احمد عوكاشة انه يسمع. اه. لانه هو الكير. اه. 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 قاله هو الابو الرباء. صحيح. يعني يعني اه. دكتور عوكاشة احمد وكاشا. قال لي هذا الكلام. هو اللي علمني هو اللي اربعني وهو اللي. ده ده ياخدنا النموذك ده يا فنديم ياخدنا لفكرة خلينا نترحى يعني سويا. فكرة دور السلطة في هذا التوجيه. يعني احيانا لما السلطة بتيجي تدخل وتشتغل. فبعض المثقفين او بعض المفاكرين يعتبر ان ده تغول من السلطة. احنا عندنا هو وزير. ولدي سلطته وعمل كل هذا الابداع. دور السلطة هنا في توجيه او في صناعة حالة الوعي دي. لابد من اختيار الكفاءات القادرة على صنع هذا الوعي. وان يبقى فيه استراتيجية كبرى لبناء هذا الوعي. يعني بتكلم عن الوعي الفني والجمالي. الوعي التاريخي. الوعي السياسي. الوعي الديني. الوعي العلمي. اللي هو مثلا الوعي السياسي هي اسس يعني ايه يعني اعلم الناس ب يعني ايه دولة مدنية. مش دولة دينية. يعني وايه الدولة الدينية دي و ايه مساوئهم. ومخاطرها الى اخره. فانا اقترحت هزا المحور على اه في المعرض اللي فات ايه بهو التمر اساسي في المعرض. اه. 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 ان كنت قوضوا في اللجنة العليا. اه. والحقيقة هم موافقه على هذا. اللي هو اللي هو المحور على الوعي. الوعي. بتجلياته المختلفة. اه. ديت. وظن المعرض كان ناجح يعني السنة اللي فاتل. مجدا. اه. كان ناجح جدا يعني. اه. الواحد يقول يعني الحقيقة. هم. فبس بس المسألة مش مسألة تأسيس الوعي من خلال المعرض. هم. لان المعرض هيعمل حالة وقتية. هم. هم.